بالنسبة لو اتكلمنا عن الفروق بين فيروس الانفلونزا وفيروس الكورونا المستجد اللي كلنا بنسمع عنه والبشرية كلها في حالة تستنفر من هذا الفيروس في طبعا تشابه كبير ما بين فيروس الانفلونزا العادي اللي هو معروف من قديم الزمان والفيروس الجديد اللي هو الوباء الجديد اللي هو كورونا وبالتحديد النوع الجديد منه لان احنا عارفين ان في بداية ظهور كورونا ظهرت سلالة ومؤخرا هزي السلالة حصل فيها تحور ويعني حصل فيها ان هي اصبحت قادرة على مواجهة بعض الادوية وبالتالي تغير شكل الفيروس واصبح اكثر تحورا ولكن احنا هنركز على الحديث عن الفروق ليس التشابه ولكن الفروق هنحاول نركز على الفروق ما بين فيروس الانفلونزا وفيروس الكورونا المستجد علشان يكون عندنا خلفية معرفية كافية عن هذه الفيروسات وما يكونش فيه نوع من اللبس او نوع من الحيرة والقلق اذا الانسان ظهر عليه اعراض ممكن تكون اعراض انفلونزا عادية ويتوهم ان هو فيروس كورونا وبالتالي ده ممكن يأثر سلبا على صحة الانسان وعلى المناعة طبعا في البداية نزلات البارد والانفلونزا والفيروسات التاجية اللي هي زي فيروس كورونا المستجد كل هذه الفيروسات وهي فيروسات معدية بتأثر على الجهاز التنفسي وطبعا درجة الخطورة فيها بتكون ان هي فيروسات سهلة الانتشار وسهلة العدوى بتنتقل من خلال الاتصال المباشر مع شخص مريض او ملامسة سطح يحمل الفيروس بالنسبة لاعراض فيروس كورونا واعراض فيروس آآ الانفلونزا آآ ممكن ان احنا نعرف الفروق بين الفيروس الانفلونزا العادي وفيروس الكورونا من خلال توضيح آآ يعني اهم او ابرز الاعراض المرتبطة بكل نوع منهم والاختلافات اللي اللي بتحدث للمصاب بالفيروس الانفلونزا العادي وفيروس كورونا المشتجد بالنسبة لو تكلمنا عن اعراض فيروس الانفلونزا طبعا الاعراض احنا نذكرها ولكن يندغي الانتباه ان مش لازم كل هذه الاعراض تظهر في المريض مجتمع وانما ممكن يظهر عراض اتنين تلاتة ممكن كل الاعراض ممكن في اعراض تظهر واعراض تختفي فمن اشهر اعراض فيروس الانفلونزا العادي اللي هو بيصيب اي حد هو السعال الاعياء والتعب الشديد الشعور بالحمى وارتفاع درجة حرط الجسم القشعريرة الصداع ألم في العضلات وفي الجسم سيلان الانف انسداد الانف التهاب الحلق والقيء والاسهال نزلات البرد ممكن تتضمن في اعراضها حمى ولكن الحمى بتكون اقل حدة وغالبا الحمى بتأثر على الجهاز التنفسي العلوي فقط بسبب احتقان الجيوب الانفية البسيط او سيلان الانف والسعال ده بخصوص فيروس الانفلونزا العادي اما الاعراض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد اللي بتظهر على المريض العراض الرئيسية هي الحمى وسعال جاف وهذا السعال ممكن يصحبه بلغم ألم يعني في الجسم والعضلات ولكن يفوق ألم الفيروس الانفلونزا العادي المصابين فصروا الألم اللي بيصيب فيروس كورونا بانه ألم اكثر شدة واكثر قوة لدرجة انه بيخلي الانسان يعني يكبر على انه هو يرتاح او ينام ولا يتحرك التهاب الحلق ومن الاعراض ايضا المميزة فقدان حستي الشم والتزوق وفيه بعض الاعراض النادرة اللي بعض الناس يعني اشتكوا منها ظهرت زي الاسهال او الغسان او سيلان الانف وبالتالي الاعراض الاولية لفيروس كورونا المستجد اقل تأثيرا على الجهاز التنفسي ولكن مشكلتها ان هي بتزداد حدة مع مرور الوقت لتصبح اكثر خطورة لان طبعا زي ما احنا عارفين ان فيروس كورونا المستجد اذا اهم العلاج الاعراض والسيطرة عليها ممكن تتسبب في التهاب رئوي او تؤدي الى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد ممكن طبعا تؤدي الى امراض خطيرة تؤدي الى انهيار وظائف جسم الانسان كمان بنشير ايضا وبنأكد على ان في بعض المرضى او الاشخاص المصابين فيروس كورونا المستجد لم يظهر عليهم هذه الاعراض ولكن هذه الاعراض هي اللي ظهرت على النسبة الاكبر اللي تم تشخصهم بالفعل بهذا الفيروس الفرق زي ما ذكرنا ان فيروس الانفلونزا العادي الاعراض المفروض مع مرور الايام بتقل حدة وبيتمثل الجسم للشفاء والسيطرة على الفيروس العكس فيروس كورونا المستجد يعني مع مرور الايام الحال بيزداد سوء والاعراض بتزداد حدة تاني حاجة في ابرز الفروق بين الفيروس الانفلونزا وكورونا المستجد بنقارن من حيث فترة الحضانة طبعا فترة حضانة فيروس الانفلونزا بتختلف عن كورونا المستجد ففي حالة الانفلونزا بتكون الفترة ما بين حدوث العدوى وظهور الاعراض فترة قصيرة جدا اما في حالة فيروس كورونا المستجد فممكن تبدأ الاعراض الاولى في الظهور بعد مدة اطول ممكن توصل ل14 يوم وفي خلال هذه المدة بيكون الشخص ناقل للعدوى وبالتالي ممكن ينقل العدوى لشخص اخر بالرغم انه لم تبدأ الاعراض في الظهور عليه ولكن هو حامل للفيروس طيب بعد كده من اوجه الفروق لو اتكلمنا عن المضاعفات المضاعفات اللي بيسببها كل فيروس منهم لجسم الانسان او للمريض طبعا بتختلف ايضا المضاعفات المترتبة على فيروس انفلونزا عن الكورونا المستجد من اهم هذه المضاعفات بالنسبة لفيروس الانفلونزا العادي بتعتبر الانفلونزا من الامراض الشائعة وخاصة في فصل الشتاء ولكن يعني في الغالب لا تشكل خطورة على الجسم في معظم الاحيان لان سهل القضاء عليها والسيطرة عليها من خلال الادوان مضادة للفيروسات ومن خلال الحصول على الراحة وتناول السوائل الدافئة يعني ممكن في بعض الحالات تسبب مضاعفات خطيرة ولكن بيكون للاشخاص اللي عندهم منع اصلا ضعيفة او عندهم امراض اخرى خطيرة او مزمنة بيتعالجوا منها ولكن في الغالب بيقدر الانسان منعة الجسم ان هي تتغلب على فيروس الانفلونزا العادي اما بالنسبة لمضاعفات فيروس الكورونا فيروس الكورونا المستجد بيشكل خطر على الجسم في معظم الحالات لان طبعا بيسبب مشكلات صحية عديدة بتنتج عن ضيق التنفس بيسبب زي ما ذكرنا انخفاض مستوى الاكسوجين في الجسم بيقص على كفاءة الرئتين وبالتالي ممكن يصيب المريض تدريجيا بانخفاض كفاءة الرئة وبالتالي انخفاض مخزون الاكسوجين في الجسم ممكن يصيب الشخص بانسداد حالة من الانسداد الرئوي وهذه الحالة ممكن تشكل خطر على حياة المريض وبالتالي بتكمن مضاعفات فيروس الكورونا المستجد في انه بيسبب تلف في خلايا الرئتين وبالتالي بيحصل انهيار تدريجي في وظائف الرئتين ان لم يتم تدارك الامر وده بيسبب نقص زي ما ذكرنا عن نسبة الاكسوجين الواردة الى الجسم فبالتالي بيتأثر كافة اعضاء الجسم بهذا الامر النقطة اللي بعد كده في الفروق بين الفيروس الانفلونزا والكورونا مستجد من انحيث العلاج طبعا معروف ان العلاج بيختلف علاج فيروس الانفلونزا العادي او التقليدي طبعا فيروس الانفلونزا فيروس موسمي وبالتالي يعني بيرى العلماء انه لا داعي لاستخدام الادوان مضادة للفيروسات الا في حال لو كان الشخص منعته ضعيفة او في حال ان حصل تعقد في الحالة وتضاعفت الحالة على المريض ولكن في معظم الحالات فيروس الانفلونزا العادي بيمكن السيطرة على اعراضه من خلال زي ما ذكرنا ان احنا نعطي الجسم فرصة الى انه يتعافى ذاتيا انه يأول مناعة وبالتالي بيبدأ الجهاز المناعي للجسم يسيطر على فيروس الانفلونزا العادي ولا يعاني المريض من اي تابعات لهذا الامر وبيكتسب مناعة ضده بدون اللجوء زي ما ذكرنا الى ادوية مضادة للفيروسات بيكفي الراحة المنزلية بيكفي تناول اطعامة صحية غنية بفيتامين سي بيكفي تناول سوائل دافئة ومع الراحة طبعا 3 ايام او 5 ايام بيتعافى الجسم تلقائيا اما بالنسبة لعلاج فيروس الكورونا المستجد في حال الاصابة بفيروس كورونا المستجد فلحد يعني وقت تسجيل هذه المحاضرة او هذا الفيديو لا يوجد علاج للقضاء عليه نهائيا حتى هذه اللحظة وبالتالي المريض بيحصل على ادوية هذه الادوية الهدف منها انها تساعد في تخفيف الاعراض اللي بيصاب بها المريض وغالبا اذا تفاقمت الاعراض بيحتاج المريض الى انه هو يعني يتعرض لرعاية طبية خاصة وده بيتم توفرها في المستشفيات المخصصة خصوصا ان زي ما ذكرنا معظم الاصابة او الاعراض بتركز على الجهاز التنفسي الرئيسي الرئتين وبالتالي يعني يجب فورا نقل المريض للمستشفى علشان نقدر نزوده بالحاجة من الاكسوجين كمان مهم عزل المريض بشكل تام لان زي ما ذكرنا ممكن خلال فترة 14 يوم يكون المريض بمسى الخطر على الاشخاص المحيطين به ممكن يكون ناقل للعدوى ولم تظهر عليه الاعراض بعد ولكن الفيروس موجود في الجسم وبدأ بالفعل يدمر في خلايا الرئتين اخر حاجة في الفروق بين فيروس الانفلونزا التقليدي او العادي والكورونا هي بالنسبة للقاح طبعا من الممكن الوقاية من الانفلونزا عن طريق تناول لقاح الانفلونزا السنوي فيه سنويا لقاح انفلونزا بيتم توفيره ويتم تغييره سنويا لان معروف ان فيروسات الانفلونزا عددها كبير جدا يعني بتتناوب على جسم الانسان وبالتالي لما الاشخاص بيحصل على لقاح وخاصة كبار السن او الناس اللي عندهم انخفض في كفاءة الجهاز المناعي فمهم سنويا ان احنا بنعطيهم لقاح فيروس الانفلونزا العادي ده بيقلل من فرصة الاصابة بفيروس الانفلونزا العادي وبيخفف الاعراض لو الشخص بالفعل اصيب به اما بالنسبة لفيروس كورونا المستجد لم يتم اصدار اي لقاح مضاد لي حتى الان وبالتالي طرق الوقاية بتتمثل في غسل اليدين باستمرار تجنب المصابين بهذا الفيروس تجنب التواجد في الاماكن المستحمة عدم ملامسة الاسطح المختلفة بقدر الامكان وفي حال ملامستها يجب غسل اليدين على الفور واستخدام المطاهرات او المعقمات اللي هي بتحتوي على نسبة كحول لا تقل عن سبين في المية بشكل مستمر ومهم ايضا تغطية الوجه عند الخروج في الاماكن العامة باستخدام المسك او الكمامة الصحية اللي بتحمي من الفيروسات ومهم جدا التهوية الجيدة في الاماكن اللي بيتواجد فيها الشخص او لو كان في مجموعة من الاشخاص بنشير فقط لنقطة وهي ان عشان برضو ما فيش حد يعترض ويقول ان في لقاحات بدأ توفيرها وشركات مختلفة صحيح يعني بدأ فيه تصارع كبير ما بين شركات الادوية العالمية لمحاولة انتاج لقاح فعال وصحيح فيه يعني بدأ يعني يتم طرح لقاحات بتختلف فيه نسب فعاليتها ولكن للأسف يعني لا زال بيظهر تقارير بتفيد بان يعني يعني جزء كبير من هذه اللقاحات عند اشخاص كتير غير فعالة بال بالعكس في بعض الاشخاص لما طلقوا اللقاح زادت عليهم الاعراض مرة اخرى فالى الان ما فيش اتفاق شبه كامل وموحد على لقاح بعينه انه بيوفر فرصة وقايا بنسبة تسعة وتسعين في المية او بنسبة مية في المية ولكن لا زالت اللقاحات المتوفرة نقدر نقول ان هي قيدة تجربة يعني صحيح ممكن تنقذ حياة نسبة كبيرة من الناس او تقلل بقدر الامكان من الاصابات ولكن لا زال البحث جاري في هذا الامر ده كان اهم فروق بين فيروس الانفلونزا العادي التقليدي وفيروس الكورونا المستجد علشان نحاول ان احنا نوضح الامور ونزيل بعض اللابس وبعض الاوهام اللي بتصيب معظم الاشخاص في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الاعجاب نتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفايدة الاكبر عدد ممكن من الاشخاص في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد